شنو مشكلتكم يا نظام البديل؟ ما هي مبررات إيقاف العمل بهذا النظام والإصرار على عدم العودة إليه؟ ماكو أي مشكلة في هذا الوضع أنا متأكد واثق يعني همكم وسعيكم أن يكون الجندي أو يعمل الجندي بشكل مريح أنا حقول لك شاء الله يقول لك راحتنا بهذا النظام ليس لغيته رجعون أنا حقول لك شاء الله لوم الجند العراقي وتضحيات الجند العراقي وجوده الآن في ساحات القتال ما كنا نحن موجودين هنا ولا كان أمن وأمان والاستقرار زين فالجند العراقي هو أبننا أخونا وأحنا أكثر الناس اهتماماً بالمقاتل العراقي والجند العراقي ولولا الجند العراقي ما تحقق الناس أحنا ما عدنا أي مشكلة في موضوع نظام البديل زين أثنين نظام البديل ما موجود كقانون بالمؤسسة العسكرية أحنا في حينها صار موضوع كروني قلنا أنه ما يصر ننطي تضحيات لأنشان الانتشار واسع لهذا الوباء عملت بهذا أمننا قلنا كالعاتي صار اتفاق أنه الجنود نقسمهم قسمين قسم يبقى شهر بالوحدة النص والقسم الثاني ينزل البيت يعني سمي دوام خمسين بالمئة أي دوام خمسين بالمئة يلتحق قبل ما يلتحق يفحص يوشيك ومن ثم وهكذا وهكذا من الوضع اليوم محترامي لكل البرلمانيين ولكل السياسيين مهم يقيمون الوضع الأمني احنا كقادة عسكريين نوضح ونقيم الوضع الأمني